استقبل سامح شكري وزير الخارجية سفراء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المعتمدين لدى مصر وتطرق الاجتماع إلى ملف الإرهاب وأكد شكري خلال الاجتماع على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمعالجة جذور الإرهاب والتطرف ومسبباتهما وفيما يتعلق بظاهرة الإسلام فوبيا دعا شكري إلى اتخاذ كافة الإجراءات الملموسة والعاجلة لمكافحة مثل هذه المبارسات المعادية للإسلام وقد تناولت المناقشات دور المنظمة في دعم القضية الفلسطينية ودفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمية ضمان احترام القيم الثقافية للمجتمعات الإسلامية